لطالما كان القمر بمثابة مصدر إلهام للإنسان فتعدى بذلك صفة الجمود ليصبح ارتباطه داخل أفئدة البشر واضحا بشكل جلي حتى بات الناس لا يرتحون إلا لتلك الليالي التي يكون فيها البدر مكتملا ويبدو أن لنا موعدا استثنائيا مع قمر عملاق بشر مراقب السماء على الأرض أنه سيظهر لأول مرة منذ حوالي سبعين عاما إذ كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن القمر سيكون أكبر بنسبة 14% وأكثر لمعانا وسطوعا بنسبة 30% من منظر القمر المعتاد مما سيجعله يظهر بشكل أكبر حتى للعين المجردة إذن لم ولن يقترب قمر عملاق إلى هذه المسافة من الأرض قبل عام 2034 العلماء في جامعة ويسكنسون قالوا أن القمر العملاق سيظهر عند تزامن موعد ظهور البدر ومرور القمر بشكل تقاطعي في مدار يستغرق 28 يوما ولكن هذا المنظر الساحر لن يكون متاحا للجميع إذ وبحسب سماح الأحوال الجوية فإن المراقبين في أمريكا الشمالية والمناطق الشرقية من خط التوقيت الدولي سيحظون برؤية أفضل لمدة لا تتعدى الثلاث ساعات ترجمة نانسي قنقر